اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعدها راح نضيف سافر بيضة راح نخلط كل شي المكونات باليد كما كنت شوفوا بهذه الطريقة حتى تتجنس كامل المكونات لازم هذه الزبدة تذوب مليح مليح انضفت القرصة على الملح ونخلط المكونات هذه وصفة سهلة وسارعة في نفس الوقت مناسبة جدا للعاملات انضيفه هنا مغرفة صغيرة تعلفاني بعدها راح نضيف نصف كاس تعلوز هنا اختيار اللوز تقدر يدري الكوكا وما بالكوكا ويجي قمة في الروعة ويجي بنين المهم ان الكوكا وما يكون ملحي مليح ويكون محمص مليح بش يعطي هذا كل كو تعلوز ولا الكوكا و هذا كل كو تحمس هكذا راح نلمو كامل بهذه الطريقة ندخلو المكونات بعدها راح نضيف الفارينة بالتدريج ونضيف قرصة تعلق الخاملة الحلوى ونخلط الفارينة احتلمو العاجين بالتدريج بالتدريج راكملنا كامل الفارينة او الحقنة للعاجينة اللي انا حابين نصلوا لها المطلوبة اللي هي تكون طريقة مت يبسوش نلمو كامل بهذا الشكل كما كنتشوفو هذا هو قوام العاجين لازم يكون طري بهذا الشكل ونروحو دوكا مباشرة بلا ما نخلوها ترتاح بلا والو نروحو مباشرة باش نشكلوا الحلوى التاعنا او المشوك هنا جبت بايضة بيضة اللي بقتنا من الحبات زوج حبات بيضة اللي استعملناهم البيضة البيضة راح نكوره كوايرات بهذا الشكل كما كنتشوفو هنا حجم متوسط يكون 25 قرام حتى 30 قرام ما تكبروه مش بالزاف المشوك كل ما يجي صغير كل ما يجي متحوف المهم انه يجي متوسط ما يجي متكبروش وهنا نجيب نغطسوها بانسيغ في بايضة البيض اللي كنا خلطناها شوية نخلطوه شوية ونجيبو اللوس التاعنا اللي يكون محمص ومشي محمص بزاف مشي كيما اللي يدرناه في العاجين يكون اللي قطاعو شوية كلاغ على اللي في العاجين هكا باش يزيد يتحمرنا في الفرن ونكونو شعلنا الفرن التاعنا على مية وستين دراجة كما تشوفو هكا ونحطهم في الكيسات هكدا حملية سهلة ومش رح تدديك ما تددي معاك الوقت هكدا ونرشق عليها حبة اللوس بهذا الشكل نكملو الحبة الثانية هكدا بهذا الطريقة نكورو الكوايرات تاعنا نغطسوهم في بياض البيض هكدا قوموا بعد نرمدوهم في اللوز كما قلت لكم انه اللوز ما يكونش محمص بزاف باش يزيد يتحقي حمار معانا في الكوشة هكدا ونضرو في كيسات هنا نشوفوك لازم يطب في كيسات هكدا ونرشقها بحبة اللوس طريقة سهلة وقلت لكم وصفة هيلة وسارعة في نفس الوقت كما تعرفوا ان الموائد تال اعيتة وعنا او الاعيتة وعنا ما نستغنوش على المشوك هنا نكملو ثالث حبة كما تشوفو بهذه الطريقة نكملو كامل العجين تاعنا لما عندها اللي عندها ميزان توزن ولي ما عندها ميزان تدير بيدها كما يقول لك عيني ميزاني انا جا من استعمل الميزان عيني ميزاني يجو كامل كيف كيف كما تشوفو نزيد نغطسها في بياض البيض ونرمدها في اللوز كما قلت لكم تقدروا تستعملوا الكوكا وراح يجي تاني روعة به يجي هاي البلغو تاع الكوكا و تاني هكذا ونحط كلش في سنيوة نكمل كامل العجين تاعي وندخلو على درجة تحرارة 160 هنا زيت ارشقت الحبات اللي بقوا بالحلقومة كما الناس الزمان نحب انا بزاف ولا اللي عنده لي سوريز يدير لي سوريز نحب بزاف هذو الالوان في الحلقومة سيبوغسا نحب نديرهم في المشوك ونظرة مليحة وشابة للحلوات هنا كما كم تشوفوا طابة طاب المشوكة او الحلوة راح نعسلوها بالعسيلة عادية اللي يشاف العسيلة ثقيلة يزي يخففها شوية يخففها و ويسقي بها هذيك هذيك الحلوة المهم ان الحلوة تكون سخونة ستخرجوها من الفرن سقيوها بالعسيلة هكا بهذا الشكل وخلوها حتى تنشف كامل وتشرب هذيك العسيلة كما كم تشوفوا بهذه الطريقة يجي فريمو هايلة او معسلة نمشوك هذا فريمو هايل انا نحبوه بزاف وما نستغناش عليه كامل في الاعياد لازم نديرو حتى ولو كان ندير كونتيتي صغيرة كمية صغيرة هنا مقتلكمش اللي يحب يضعف المكونات والمقادر يقدر يضعف المقادر انا ندير كونتيتي صغيرة بس كل عائلة تاعي صغيرة وراه وجده معنا هنا المشوك جاف غيمو كما كم تشوفوه الشكل تاعه روعة 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 بزاف شباب باللوز وتاني بالحلقومة هنا كم تشوفو هذه الحلقومة من الفقرة هي فريمو هايلة وكما قلت لكم مليح بيعسلو مليح يزيدي ضيفلو بشي شرط ديرلو غير فاة كبيرة تاعسل تقدري تزيدلو لشتيه ما تشرب لكش زيدلو لحبي تهم عسل اكثر احنا راني نقسم معاكم في المشوك كيفاش جامع جامعي جاف غيمو هايل هايل كما كم تشوفوه يتقسم فاسيل وهشيش والقطاع وما نحكي لكمش راني ديجا انا غير درتو في الفطور مر الفطور كلي تزوج حبات دي عاكتومو قريب كملت كامل سنيوة هنا الكونتيتي كما قلت لكم انا ما جاونيش بزاف جاوني حوالي واحد وعشرين حباء وانتي على حسب عدد الافراد العائلة والاضياف ولا ديلي كونتيتي ضعف المكوينة وان شاء الله تعجبك الوصفة على اليوم وتنال ريضة كما كم تشوفو هنا راهم شمخ من الداخل بهاديك العسيلة وليحب التعسله كتر تزيدله انا حبو نص نص جافريمونتوب هايل 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 ان شاء الله تجربوها بطريقتي هذي وينجح لكم وينجح لكم في الاخير نقول لكم ما تنسونيش بجام و كومنتر و بارتاج للفيديو و نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله سلام شكرا شكرا